المرأة المثالية أهلا ومرحبا بالمشاهدين في برنامج ليك النور وصلاة أن تكون بركة لحياتك أحباء المشاهدين اليوم في حرب شرسة خطيرة على المجتمع وبشكل خاص على المرأة ما هو دور المرأة في المجتمع ومن هي المرأة المثالية وما هي خصائص ومواصفات المرأة المثالية وهل توجد أمثلة في الكتاب المقدس على هذا النوع من المرأة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد وما هي الدروس التي نتعلمها لكي نطبقها على حياتنا من خلال هذا الموضوع أحباء من بداية التاريخ شن الشيطان حرب ضارية ودروس حرب شعواء ضد المرأة سواء ابتداء من أمنا حواء وإلى هذا اليوم وهذا الموضوع ليس فقط في الغرب يعني نشوف تطرف كبير من ناحية المرأة لكن في التطرف الآخر من الجهة الأخرى نشوفه في شرقنا العربي النظرة وكيفية طبعا النظر إلى المرأة في المجتمعات الشرقية حول هذا الموضوع أنا بدعوك كل مشاهدة هذه الحلقة اللي رح تكون سبب بركة لحياتك لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر يصر أن أستضيف إلى برنامج اللي يكون نور الأخت غريس الأخت غريس الإسم الثاني خوري خوري لأنه أنا بعرف أنت بنت الأسيس غريس سابا خوري جورج سابا فما حبيتش أقول خلنا نقول غريس سابا خوري أهلا وسهلا أخت غريس شكرا أنا بيشرفني أني يكون موجودة معك شكرا على الدعوة أهلا وسهلا فيك أخت غريس إحنا في هاي الأوقات سواء بشهر شباط اللي هو فبراير كان فيه احتفال الفالنتاين وفي كندا بعرف إذا فيه أي دولة تانية في العالم عندهم احتفال اللي بسموا يوم الأسرة وعلى فكرة الحكومة مشكورة على هذا العيد أنه بتجمع كل العيلة يجتمعوا مع بعض نحن عارفين الشهر الجاي في يوم المرأة العالمي وفي عيد الأم بحسب التوقيت الشرقي اللي هو في 21 أذار اللي هو مارس فأنا استدعيتك عشان نتكلم عن المرأة وسمينا الحلقة المرأة المثالية فالسؤال الأول هل فعلا فيه مرأة مثالية في المجتمع؟ فيه مرأة مثالية في المجتمع مثل ما بيقلنا الكتاب المقدس أنه هيدا الشخصية موجودة ممكن نتوصل لها إلى بعدين فيه مجتمعنا صعب ومثل ما تفضلت وقلت أنه بالمجتمع المرأة كان في عليا هجوم من زمان وجاية بس المرأة المتقية الرب والمرأة اللي بتتكل على الرب هي المرأة المثالية هي المرأة اللي بتحط كل ضغوطات الحياة بإيدان الرب هي بتكون المرأة المثالية طبعا إحنا ما نعرف أنه في حد كامل سواء رجل أو امرأة بس إحنا نتكلم كمان عن النضوج والكمال نحو الرب ومن هذا المنطلق نحاول نوضح الفكرة الكتابية عن المرأة لأنه مثل ما ذكرت في المقدمة اليوم في حرب شرسة ضد المرأة سواء في المجتمعات الغربية بياخدوا إكستريم بياخدوا تطرف معين وبتشوف تطرف من جهة أخرى في المجتمعات الشرقية نحن نركز لأنه البرنامج في اللغة العربية نركز على مجتمعاتنا اللي بشكل عام المرأة ناقصت عقل ودين والورثة والشهادة وكذا يعني مش عم بيعطوها الامتياز الحقيقي والكامل وهذا مناقض ومعارض للفكر الكتابي شو رأيك نعم بمجتمعنا نحن المرأة محجمة شوي فعلا بتعيش تحت أمرار ظل في كتير ظروف بتعيش تحت خوف تحت تعنيف عدم إحساس بالأمان زل عار فيه كمان الدومستيك فيولنس يلي هو التعنيف المحلي يلي منحس إنه هي بده شيء وتطلع منه مية بالمية بس بهذه الحضارة حضارة ربنا فوق كلها أكيد حضارة الرب فوق بقى فعلا فيه إنه المرأة عايشة بطريقة معينة ببلادنا بس من خلال ضوء الكتاب المقدس الرب رفع شأن المرأة من شأنها رفعها وعطيها إيمة يعني إحنا بنعرف حتى من بداية الخليقة أنه مكتوب أن الله خلق آدم وحواء على صورته ومثال خلقهما ذكرا وأنثى يعني من البداية بتشوفي طريقة الله والوصفة الرشيدة الإلهية اللي الله خلقها في الإنسان خلينا أسألك عن دور المرأة في المجتمع بالذات في مجتمعاتنا الشرقية دور المرأة ككل هي تتولى الأمر مدبرة ألف بالمئة هي الشخص المعطاء إن كان بالبيت يعني بعتقد كل شخص بحياتنا كل شخص عم بيشاهدنا فيه بشخصه بحياته شخص أم أو إمرأة أو يلي بتعني له كتير هي عططه كتير أو قدمت له كتير سو المرأة هي بتورثة محبة مدبرة اقتصادية معلمة فنانة مرشدة فيها تكون زوجة كمان هيدا دور المرأة في مجتمعنا يعني معظم الممرضات هنه نساء معظم اللي بيهتموا بالمسنين أو حتى الأطفال هنه نساء بقى المرأة هي تنجي بالحياة وبتساعد باستمرارية الحياة تضحية المرأة عظيمة ربنا عطيها محبة وتضحية عظيمة تقدر تربي أجيال عملوا إحصائية في السجون إنه معظم المساجين بتلاقيهم بيكتبوا مثلا في رسالة في عيد الأم أو بيكتب لأمه لكن الأغلبية الصاحقة مش عم بتكتب للأب أو بتكتب لها فيه إشي خاص في الأم في المرأة اللي حتى المساجين وحتى المجرمين بيكتبوا مثل رسالة فيها نوع من المشاعر والعواطف تجاه المرأة أو تجاه الأم صح حتى أريد تقيبا على حكيك أريد أنه إذا فيه الاقتصاد أو التنظيم السياسي بأي مجتمع تغير النساء هن في القيادة حتى يساعدوا العالم الأطفال أو الأشخاص تيتأقلموا بهذا الوضع وفعلا الرب عطيه نعمة خاصة للمرأة والأم بالتحديد حتى يكون عندها هذا العطف هذا الحنان يعني الاستمرارية أكيد الأب ما بدنا نقص من قيمته بالمجتمع بس عملوا عملوا يوم المرأة العالمي في سبب في سبب المرأة الرب مخصصة أكيد أكيد وهذا بقودنا للسؤال المهم اللي بحب أنه نفوت في محور وجوهر الموضوع اللي هو ما هي مواصفات المرأة المثالية كتير حلو الكتاب المقدس بيجاوبنا عليه إذا بتسمح لي رح أفتح من أمثال 21 بيحكي عن المرأة وبيحكي كل صفاتها أمثال 31 أمثال 31 امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللقالق بها يفق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين رضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة تبس تكفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لبسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوس وأرجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض تصنع كمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب ترك بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل كله رح يروح أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب آمين هيدا الإصحاح جاوبك لا جاوبه فعلا يعني هون منقدر نقول المرأة الفاضلة المرأة المثالية المرأة الشريفة يعني مواصفات كثيرة جدا موجودة في هذا الإصحاح وبفرجينا أنه هي تطحيتها وعملها وعطاءها وهل لاقت تفاني جوها وبرها ببيتها وبرها يعني شي رائع جدا العطاء اللي عندها رائع يعني هي عم بتفكر حتى كيف تشتري وبتعمل الكتان والصوف واللي بتهتم في بيتها فأولادها بالتجارة برها زوجها معروف عند الأبواب يعني فعلا زوجها بكون معتبر أمام الجميع بسبب زوجته اللي بتعمل من وراء الكوليس أنا سميتها يعني أوكي مرأة مثالية لأنه هل فعلا في هذا النوع من المثالية في هذه الأيام أكيد فيه شباب كتير بدوروا على ستات مثل هذه النوع أكيد أكيد فيه المرأة المتقية الرب بآخر عدد كما عدد أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح يعني مثل ما قلت بالأول تفضلت حضرتك الكمال للرب بس المرأة المثالية بتسعى أنه تكون مثالية يعني اللي بيتكل على الرب واللي بيخلي اللي هي هدفها العطاء هدفها أنه تكون عم تتمثل بشخصية الرب كيف هو عطاء ربنا عطى بلا حدود إجاء على الأرض ما حسب شي عطى أنا عندي مثال رائع بحياتي هي الماما إذا بتسمح لي يعني تصدلي طبعا علمتنا العطاء علمتنا المحبة علمتنا التضحية كانت رائعة مرأة بحياتها كتير أشياء بس تخططها لظروف لأنه كان اتكالة على الرب كانت تاخد قوتها من الرب أنا إذا بيخد قوتي من إنسان بده يضعفها الإنسان رح تروح قوتي رح تروح تضحيتي رح يروح عطائي بس أنا عم بيخد من فوق هيدا نبع ما بينضب للأسف يعني إحنا متأثرين بعقلية وبخلفية في الشرق الأوسط هي اللي عم بتحكم الأغلبية العزمة يعني قال المؤرخ فيليب حتة من لبنان نحن مسيحيون في العقيدة لكننا مسلمون في الثقافة يعني المقصود الثقافة الشرقية في نظرتنا للمرأة ونظرتنا لكل الأمور من حولنا مع أنه الكتاب المقدس بيعلم أجمل وأسمى التعليم اللي بيرفع من قيمة شأن المرأة وهذا ليس جديدا يعني حتى في بتشوف في القديم إذا بتدرس العادات الكنعانية العادات الوثنية العادات الأشعرية البابلية حتى اليونانيين والرومان في أيام المسيح والحضرات اللي جاءت ما بعد طبعا هذا والدينات الكثيرة التي كلها تقلل من قيمة المرأة لكن الشيء اللي بيذهلني أنه دايما تصطدم بكلام يسوع مثلا لما بتقرأ في إنجيل لوقة بتشوفوا ما عملته مع النساء ما حبته للمرأة اهتمامه يعني كان غير طبيعي بالنسبة للمجتمع حتى اليوم إلى يومنا هذا مش عم تطبق هذه التعليم بسبب تأثرنا في الخلفية أو الثقافة الشرقية صحيح صحيح المجتمع حجم المرأة كتير وعطيها يعني مثل حطل حدود في كتابة هيك ما في كتابة هيك مثل ما ذكرنا بالأول أنه بمجتمعنا المرأة بتعاني في المجتمع من غير أديان المرأة تعاني بس الرب في المسيحية رفع من شأن المرأة عليها يعني بغلاطي بيذكر بيقول ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع بقى الرب بيحكي في كذا أيه بالكتاب المؤتس تحكي عن قديش الرب رفع من شأن المرأة في عنا أمثلة كتيرة أكيد وأكيد يعني في أمثلة في العهد القديم وفي أمثلة صحيح في العهد الجديد يعني لو سألتك عن بعض الأمثل مثلا في العهد القديم لأنه كمان العهد القديم بيذكر نساء كثيرات أسماء هن موجودة يعني الأسماء موجودة في العهد القديم شو اللي بيجي في ذكرك مثلا في ذكر اسم أو مرأة يمكن هذا بساعد المشاهدات في كتير في كتير أول أول اسم بيجي على رأس سارة أمنا مبراهيم زوجة إبراهيم كانت مطيعة كانت خاضعة كانت رائعة بيجي على بالي أستير أستير كانت إسرائيلية اختار الملك إنه تكون زوجته ما رأيت بظرفة كتير صعيب ملك الفرس ملك الفرس صح وأخذت الموضوع كتير بجدية بالصلة يعني عم تعمل شي كينيد ضد أمر الملك طلع أمر من الملك صلتوا بالصلة وبحكمتها بحكمتها الرائعة قدرت تغير الأرار الملك يعني أمر بإبادة جميع اليهود في كل أنحاء العالم ومن خلال حكمتها أنقذت شعب كامل بسبب الحكم يعني بيجي على راسي رعوث المؤبية رعوث المؤبية محبتها كانت أكبر من الظروفة يعني حبت حبت حماتها كتير وبدت تلتسق فيها والرب أكرمها أعطيها بوعز ولا تجديد يعني بوعز اللي هو يعني ولد عبيد وعبيد ولد يسا يسا اللي هو بكون أبو للملك داود واللي المسيح جاء من نسل اللي كانت تعتبر مرفوضة في المجتمع المؤبيين لا يدخلون شعب الرب لكن صارت من شعب الله بسبب محبتها وطاعتها صح صحيح بيجي عبالي حنة أم سموئيل يعني ولدت النبي سموئيل ما كانت عاكر ما عندها أولاد راحت قدام الرب واتدرعيت وقالت له بدي ولد والرب أعطيها سوء القلبة شايفتها وضعها شايف قلبة المنسكة بقدامه أعطيها سوء القلبة في كتير أمثلة يعني هي طلبت أنه رب يعطيها ولاد بس هي أعطت الولد للرب قامت بعدين أعطتوا للرب أعطتوا للرب وصموئيل يعتبر واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم صحيح مين بعد في دبورة دبورة ما في حدا أدى شجاعة شجاعة وقاضية ونبي يعني قادة شعب الرب كانت قائدة هي وزق ليدر رائعة قائدة صح في كتير أنا بفكر في مريم النبي أخت موسى كمان وإم موسى صحيح إم موسى يعني عملياً هي عصت أمر فرعون أبقت أخفت موسى بالإيمان أخفته والرب استخدم موسى يكون أعظم نبي في كل العهد القديم صحيح صحيح نساء كثيرات الله رفع مستواهم وشأنهم وكانوا متساوين يعني بتشوف كتير نساء اللي رب استخدمهم مثل المرأة الشونمية من شونم جنب الناصر اليوم عندنا في الأراضي المقدسة أن تكون بركة للنبي أليشع وهكذا يعني في نساء كثيرات في العهد القديم بأعتقد يمكن رح أسألك كمان عن بعض النساء في العهد الجديد لكن بحب بعض الفرصة للمشاهد إذا عندك أي مداخلة أي سؤال ارفع سمعة التلفون من حب نسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المرأة المثالية نواصل حديثنا مع الأخت جريس خوري وإحنا ذكرنا أو ذكرت بعض الأمثلة من العهد القديم وأنا كنت حابب أن نذكر من العهد القديم لأن البعض بهاجم العهد القديم حتى نرى هذه الفكرة أنه في نساء كثيرات الله استخدمهم بأمور عظيمة جدا حتى من ناحية الورثة على فكرة في بنات صلف حاد يعني اليوم في الشرق الأوسط حتى ما بورثوا البنات وشهادة المرأة ويعني أمور صعبة جدا في جداعي نذكرها نركز على كلمة الله في العهد الجديد لما أنت بتسمع عن المرأة في العهد الجديد من بيدور في ذهنك أنا أول مرأة مريم العذراء أم يسوع يعني كانت صبية صغيرة بهيدا المجتمع وإجهة هيدا الحلم أنه ستلد ابنا وهي عذراء وهي من مزوجة يعني كحضارة وككولتشر بالشرق شي كتير صعب وخطر وخطر عليها وخطر على سمعتها وما بنعرف شو كانوا عملوا فيها أهلا بس هي أطاعت هي أطاعت وبسبب تعطى عندنا يسوع فيد البشرية بيجي عبالي مريم بيجي عبالي مريم ومرتا اختين اخواتوا لليعازر مرتا كانت فرجتنا فن الضيافة وحبها للعالم وتستضيف العالم مريم كانت عند إجران يسوع كان بدا يسوع وقال للرب الأخير قال للحاجة إلى واحد في كتير بالكتاب بالعهد الجديد كمان بيجي على راسي ساعدني أسيس المرأة السامرية مرأة السامرية مريم المجدلية في كتار المرأة اللي ألقت الفلسين يعني يسوع مدح المرأة اللي أعطت من كل إعوازها رفض يعني فكرة إنه ناس عم تعطي من الفضل من الفائض اللي عندها صحيح ولسيما المتدينين صحيح طبعا تعامل المسيح مع المرأة الخاطئة اللي غفر خطاياها صحيح تعاملوا مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل موسى أمرون يرجموها أيوة قالوا وقام الرب من منكم بلا خطيئة فليرهمها أولا بحجر وقام الرب قال لها أما دانك أحد يمرأة قلت له ولا حدا ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا صحيح الرب عمله بمحبة باحترام رفع من شأنه يعني لما الواحد بقرأ في العهد الجديد بتشوف كميات التعامل الإلهي مع المرأة مثلا يعني المرأة الأرملة أرملت يعني من نائين قرية صغيرة مات ابنها وحيدها وكان يسوع ماشي ولمس النعش لك أقول قم الفكرة مش بس أنه أقام الميت هو رد الاعتبار للأم صحيح ما عندهاش زوج اللي يهتم فيها وابنها هو المعيل يعني هو اللي رح يشتغل ويسند أمه صحيح فبتشوف حتى اهتمام يسوع في العائلة مرة ابنة أقامها من الموت ابنة وحيدة وهكذا يعني يسوع حتى المرأة لقيها الرب على البئر كان عندها خمس أزواج والذي في بيتك ليس زوجك كمان كانت امرأة خاطئة الرب حبة وضمة وعرفت عرفت الرب عرفت خلاصه قالت له أنت المسية ولا ننتظر آخر وعطيها البشارة كاملة وغير قلبها أخت جريس أنت أبوك أسيس صحيح وحماك أسيس ووقع بين عيلة أسس وفي هذا الموضوع يعني اليوم يعني في ضوء اللي عم بصير للمرأة اليوم أي الدروس العملية اللي احنا ممكن نستفيد منها من خلال خبرتك المسيحية طبعا والحياة الكنسية للمجتمع اللي احنا عايشينه في الشرق مجتمعنا صعب مرة جديدة مجتمعنا كتير صعب بس ما في شي مستحيل يعني أنا بقول أنه ببلادنا حتى ببلادنا المرأة اللي بتتقرب المرأة اللي بتحافظ على بيتها المرأة اللي بتحافظ على زوجها يلي بتعطي من دون أي مش ضروري يكون في بديل بتعطي من قلبها إن كان من محبتها إن كان من وقتها إن كان من شو في عندها هاي دي المرأة هي المرأة يلي تمدح هاي دي المرأة يلي تسعى أنه تكون مثالية من الدروسة من خبرة حياتي أنا رب بركنة أنه كان في بحياتي نساء كتير وأولهم الماما تفوق عليهن كلهم يلي علمتني شو يعني كون امرأة صالحة الكمال عند الرب بس فينا نكون صالحات مثاليات مجتمعنا صعيب فينا نغير المرأة عندها قوة تغيير وعندها من جويتها يعني في عندها أشياء لازم تستخدم لازم نستفيد منها يعني بمجتمعنا وبديانات أخرى بس نكبس على المرأة عم نخسر كتير بالمجتمع تغيير رائع بتعمله المرأة بحكمتها بشجاعتها بقوتها وكله برجع بقول اتكالة على الرب الرب إلهنا إله أمل يعني حتى لو مثلا في أشخاص ببلادنا نساء بيقولوا أنا ما في أمل من ظرفه عايشة يمكن بيزل عايشة بعدم أمان عايشة بخوف في أمل عند الرب في أمل اتكال على الرب إلهنا بيعطي رسالة أمل في كتير خوف في النساء في الشرق الأوسط من المستقبل المجهول يعني مثلا في ستات كتير بيأكلوا ضرب مع أن الكتاب المقدس منع منعا باتا الضرب يعني ما فيش إش اسمه ضرب عندنا في المسيح ولا حتى في العهد القديم أنك تضرب زوجتك لكن اليوم في بيوت في نساء كتير عم تضرب عم تهان عم بتشعر بإحساس الخزي والزل والعار ومعندهاش مثل أنت في كلمة حبيتها منك عدم الإحساس بالأمان يعني معندهاش رجاء فهي بسبب المجتمع والعيلي والأولاد والزوج أو يعني بتضطر أنه زي تعيش في هالجحيم بس عشان تكمل هل رسالة الحياة؟ لهذا المرأة منقول في أمل بالرب طلعي لفوق مثل ما قلنا قبل بالحلقة النبع من فوق ما بينضب فيه خوف من المجتمع ويمكن بحالاتهم بالعيال يعني كل عائلة حالتها خاصة كل مرأة حالتها خاصة بس ما راح الأمل لأنه فيها تكون هيدا الشخصية يلي بتغير شوي شوي يعني مش ما ضروري يكون تغيير شاسي بأشي بسيطة مع عيلتها مع أولادها مثل ما بيقولوا بالإنجليزي فيها تغير تفتح كلمة الرب تاخد الشجاعة من هون تاخد القوة من هون وأنا مأكدة بيصير في تغيير يعني أنا الرب شرفني في السنوات الأخيرة بفترة الحرب سواء في العراق أو في سوريا كنت بروح وشفت هذا الإحساس والزل في عيني يعني كمية المعاناة يعني مضبوط الحرب على الجميع كانت صعبة بس بشكل خاص على المرأة تشوف مثلا عين كاملة عايشين في أوضة لا في مي للغسيل ولا في مي ولا كده يعني قول الرجال بطلعوا برا كده السستات بعانوا كانوا بشكل من أصعب الظروف الصعبة فكان قلبي متجه نحو هذه الشريحة من المجتمع اللي بسبب الدين سببت كلها المعاناة وسببت كلها المأساة وأكيد أنت شفتوا يعني أنا بالخدمة عند والدك بالكنيسة عم بيجي لاجئين بأعداد كبيرة عم بتعاملوا معهم سواء في المستوصف الطبي عيادة فيه عيادة وفيه أكم طبيب 13 طبيب 13 طبيب اللي بعالجوا الناس لأن الحياة غالية في لبنان حياة غالية صاح المعيشة غالية بس الرب مبارك كنيستنا بهيدا المستوصف يلي إله سنين يمكن ما بعرف إذا صححوا لي يمكن شيء عشرين سنة أو ما فوق العشرين سنة وبرؤية بسيطة حلوة الرب مبارك هيدا العمل وفيه أطباء مكرسين وقت من وقتون مجانا بيعتل عالم فيه رجع بالحياة وفيه أمل بالحياة وفيه عالم على قلب هيدا الخدمة وعلى قلب أنه تشيل هيدا المرأة من مطرح ما هي بدنا هيدا المرأة تسأل تحكي ترفع الخط وتحكي والرب يساعد ما هو بسبب الخوف كثير منهم ما بيقدروا يحكوا أنه عاوزة تقبل الوضع يعني الراهن في المجتمع الشرق أنه المرأة عورة ناقصة عقل طبط الصلاة يعني إلى آخره بس من شو حتى في مش في اليهودي في التقليد يعني كان في مثل مشهور بقول من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لامرأة فتخيلي أنه هالإحساس بالعنصرية ضد المرأة أنه حتى ما تعطيهاش أنه تدرس كلمة الرب ومش غريب اليوم في كتير مجتمعات شرقية واللي بسبب الدين سواء في أفريقيا سواء في أفغانستان باكستان بحرموا أنه المرأة تتعلم عيب تتعلم عيب تروع على المدرسة عيب 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 كله عيب أنه المرأة مخلوقة بس تكون سلعة للرجل صحيح صحيح مزبوط بس أنا بحس أنه أكبر مثال لأمرأة انتفضت من وضعها أو طلعت من وضعها اللي هي فيه بمساعدة الرب لأنه هو شالها من وضعها هي يلي وقفت قدام كل هيدول الشيوخ يلي جابوها وبتخيل هلأ بوقتها يمكن شدوها من شعرها يمكن دفشوها يلي كانت زانية والرب قال له وقتها أمدانك أحد ولا أنا أدينك خلصها بهيديك اللحظة من وضعها صعب اللي عم تحكيه كتير صعب فعلا أنه في منهم بيعيشوا بتخبخب أو بيقولوا بيقبل بوضع الراهن لأنه أنا ما في عندي ما في عندي طريق أطلع منه لا وطبعا مجتمع مبني على الكبرياء والرياء صحيح يعني مأساة مأساة كبيرة صورة أنا قطعتك تفضل يعني هذا أقول الرياء أنه بيب بتعمل في مظاهر مظاهر الدين الخارجي لكن من جو صح مثل ما بقول الرب يسوع نجاسات داخلية رح نستكمل حديثنا أخت جريس لكن محب أعطي فرصة لكل مشاهد وكل مشاهدة الفرصة مفتوحة فيك تتواصل معنا ارفع سماعة التلفون وضفنا شيء جديد على فكرة فيك أو فيك تتواصل عن طريق الواتس أب فبرضه كمان ممكن استلم مكالمتك عن طريق المسنجر أو سكايب يعني عندك كل الوسائل بس منحب نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المرأة المثالية مع الأخت جريس خوري احنا حكينا شوي عن دور المرأة في المجتمع ولو بشكل بسيط عن دورها وفعلياتها أكيد مؤثرة جدا في المجتمع شفنا دورها في العهد القديم شفنا نساء بطلات منها القاضية منها المنقذة أو المخلصة منها أمهات اللي ولدنا من أعظم رجال العهد القديم مثل أم موسى وام صموئيل ونساء كثيرات طبعا في العهد القديم اللي الله استخدموا كذلك في العهد الجديد يعني حتى منقرأ عن خدمة يسوع أولا أن النساء اللواتي كنا يخدمنا هن يخدمنه من أموالهن يعني كان السابورت كان الدعم المعنوي والماد كان من النساء وهكذا بولوس الرسول كان عنده خادمات كثيرات اللي بيساعدوه منهم فيبي صح خادمة كانخرية منها بريسكيلا يعني زوجتنا لأكل وفي ليستة نساء كثيرات في روميا 16 كل أسماء نساء اللي خدموا مع الرسول بولوس وخدموا بجدارة خدموا ببطولة خدموا بتطحية بتفاني خدموا بتعتقد على السكت على السكت وبمحبة ما هو دور صح في دعوة في ناس أكتر فوكل يعني بتلاقي مثلا دبورة كانت قادية كانت نبية كانت محاربة بتتكلم هيك بقوة بتشوف في ناس على السكات بتقوم في دور عظيم جدا في نساء بسبب حكمتها يعني أبي جيل زوجة داود أنقذت كل عيلة العيلة كلها من بطش داود بسبب حماقة زوجها زوجها ياللي طلب يشتري منه الحق لما أبيل بحكمتها بحكمتها وشفنا يعني شفنا استير اللي أنقذت شعب كامل صحيح بسبب حكمتنا خلينا بدأ أخد مكالمة من لبنان أهلا وسهلا مين معي الخط أهلا وسهلا فضل أنت معانا على الخط أهلا وسهلا أنت معانا على الخط آه نعم أهلا أهلا أسيس جورج كيف الحال شكرا شكرا أسيس جورج أهلا بحب بحب عرفك على جريس بتعرفها على جريس آه جريس هاي بابا جريس سابا عم بتقول لي جريس خوري مشانيك في البداية كنت محتار أقول سابا ولا خوري نعم هي جريس جريس سابا خوري جريس سابا خوري فهي وقعتها كبير وقع بين أسيسين أسيس حماها أسيس وأبوها أسيس تفضل أسيس جورج معاك يعني تفضل شارك اللي الرب حطه على قلبك آمين أنا بدي أحكي مع جريس أه تفضل عم بسمعك بابا آه حبيبتي كيفك بابا ميحة حبيبة شاركنا برأيك عن دور المرأة شاركنا برأيك عن دور المرأة آه دور المرأة دور المرأة دور رائد هي أم البشرية نعم ولها مكانة مرموعة في التعليم المسيحي ومقام رفيع الشأن وبيقول بسفر الأمثال حكيم الكتاب المقدس أمرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللقالة فيها يفق قلب زوجها تصنع له خيرا لشرا كل أيام حياتها وهي مقتدرة لأنها تضحك على الزمن ولا تخضع ولا تركع من الظروف فهي فوق الظروف بإيمانها بالرب يسوع المسيح له كل المجل فالرب رفع من شأن المرأة إلى مستوى رفيع جدا وهذا إكرام من الرب ونحن نعترف بذلك أن المرأة هي تاج لبعليها صحيح نعم أنت ذكرت آية كتابية من سفر الأمثال نعم نعم فلها دورها في العائلة دورها في الكنيسة ضمن الحدود والأتر الكتابية ودورها في المجتمع أيضا وهي الصوت الصارح لحقوق المرأة أيضا في العالم فعلا فعلا يعني حتى مثل ما بتعرف السيس في التشارتر تبع له يومن رايس الحقوق الإنسان نعم في طبعا يعني نقطة مهمة كتير كتير عن حقوق المرأة ومشان هيك كرمت سواء في يوم المرأة العالمة أو في عيد الأم يعني حتى المجتمع يعني كله كرم المرأة صح يأ إذنك إن كان الرب رفع من شأنها فهي أم كل حي ونرى ونرى أن هناك هناك قدسات فاضلات بالكتاب المقدس لها مواقف مشرفة وسامية جدا جدا على سبيل المثال للحصر كالعذراء المباركة مريم وك دبورة ومريم اختارون وهناك أمثلة كثيرة عن رعوز مثلا التي كانت بركة وقدوة وشهادة حية لشعب الرب في القديم ولنا في العهد الجديد أيضا سلومي وبرسكيلا وفيبي خادمة كنيتة كنكيريا هناك شلة من الأخوات القديسات الشريفات الفاضلات شرفنا التاريخ الروحي بالمواقف المشرفة والتي تتحدى الزمن والظروف وأمور كثيرة وعلى سبيل المثال الحصر إيمان صارة التي أخذت قدرة على إنشاء نسل فهي أيضا كانت بركة في جهلها وتاريخها واليوم نرى التعنيف الأسري والتعنيف المرأة في بعض البلاد التي لم يصل إليها ربما النور بعد أو لم تكتشف الحقيقة في شخصية المرأة في الكتاب المقدس وفي برنامج البرنامج الإلهي لها فهناك سيدات يعيشنا تحت العبودية والتعنيف والظلم الإنساني وهذا ما لا يريده الرب على الإطلاق نعم لأن المرأة في الكتاب المقدس هي جسد الرجل ويكون إستان جسد واحدا نعم فينبغي على الرجل أن يكرم المرأة كما أكرم المسيح الكنيسة وبلغ بها إلى الموت هكذا على الرجل أن يحب المرأة كما أحب المسيح الكنيسة آمين أسيس جورج نشكر من كل القلب على هذه المداخلة الحلوة وتحيتك لغريس هي فعلا تمشي في خطواتك وفي بركتك تتكلم عن هذا الاختبار الحلو الذي تورثته من خلال حضرتك ومن خلال الماما ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم أسيس جورج وإن شاء الله تواصل معنا دايما منرحب فيك شكرا كتير أسيس ربنا يباركك أمين وأنا شرر جدا بالمكالمة معك أسيس نزار أنت بركي ربنا 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 يباركك ويمسحك ويستخدمك أكثر فأكثر شكرا تكون بركة ربنا نفس الأفكار من الوالد يمكن بسبب خطأ أنك قد وجدت نعمة عند الله ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع وهكذا فتشوف في مجتمع شرقي يهودي اللي هو أصعب من الشرقي كمان أنه تكون حامل حتى يوسف خطيبها أرادت تخليتها سرا لكنها آمنت كان إيمانها أقوى من سارة وامتلكت الوعد كان إيمانها أقوى من إبراهيم وفعلا يعني أنه لما الله أراد أن يخلص البشرية استخدمها احتر أن يخلص البشرية من خلال طبعا من خلال الرب يسوع لكن عن طريق القديسة مريم العضراء صحيح إذا عندك أي تعليم شي رائع شي رائع فعلا هي مثالنا وقدوتنا صحيح أنه هي أم يسوع العبادة ليسوع بس هي نقتدي فيها كنساء نحن هي أكبر مثال لألنا للمرأة المثالية كانت فعلا بنت صبية صغيرة بس بحياتها وبتربيتها ليسوع وبس كبر يسوع وبس رحت على الهيكل وضيعوا للرب يسوع بكل حياتها وبكل مراحل حياتها من وقت ما كانت خاطب رجلها يوسف لمن بعد ما خلق الرب يسوع لعند الصليب كيف تصرفت مع الرب يسوع بتفرجينا المثال الأكبر للمرأة المثالية فعلا وكمان اللي عاوز أقول حتى بعد ولادة يسوع اختبرت اللجوء يعني نحن نحن نحكي عن اللاجئين العراقيين والسوريين الكتاب يتكلم عن مريم ويوسف وعن الطفل يسوع هربوا لمصر صح مشقة للصفار والعناء والتعب والخوف هيرودوس كان عنده سلطة في تلك الأيام حتى يطولهم من مصر يعني الأمر مش سهل الأمر خطر جدا وقدى إلى قتل الأطفال بيت لحم فاختبرت كل هذه الاختبارات لكن أصعب شيء أنه على عند الصليب عم بتشوف عم بيستهزوا عم بيسخروا عم بيقتلوا ابنها يسوع على الصليب فتمت النبوة يجوز في نفسك سيف تمسكت بالوعد هذه الكلمة رائعة لحضرتك بالضبط تمسكت وامتلكت صدقت وامتلكت أمين طيب نأخذ المكالمة من سارة من لبنان الأخت سارة أهلا وسهلا فيك أنت معانا على هور أهلا وسهلا أختي أهلا وسهلا أهلين سارة تفضلي شكرا كتير على هذا البرنامج كتير حلو أنا سارة مستنصرة بالألفين وثماني بالصلاوات مريرة الرب يسوع أكرمني وعطاني رجال لمسيحي قدرنا نتجوز بطريقة وبعدين صار مشكتي بالحبل ما قدرنا كمان صلينا بحرارة للرب يسوع الرب يسوع استجاب لهذا الشيء وحطئده على بطني وعطانا سامرة وهلأ أنا حامل بالشهر الأول تشكر الرب يسوع على نعمه بحياتنا وهو أكيد رح يكفي معنا بس أنا حبيت داخل معكم هذا الشيء فعلا الرب يكمل معاك أخت صارة هالمعجزة أول معجزة معجزة الخلاص أنه أنت من خلفيه إسلامية وأجيت للمسيح أكيد وإحنا منصلي في اسم الرب يسوع مش بس لألك صارة لكل أخت بتشاهد عم بتصلي من أجل النصيب الصالح منصلي في اسم الرب يسوع الرب يعطيكو النصيب الصالح ويحافظ عليكو أنا من الظلم للنور مع الرب يسوع آمين آمين ربنا يبارككو شكرا أنك شاركتين بهالمعجزة أخت صارة الرب يحميكو ويحافظ عليكو وهذا الطفل يكون خادم للرب في اسم الرب يسوع المسيح شكرا لإلك ويباركك أيضا رح أخذ كمان مكالمة كمان على فكرة اللي عم بتصله في لبنان من لبنان مخوزين اليوم معاك أخت جريس نأخذ الأخ جوزيف جوزيف من لبنان أهلا وسهلا فيك أنت معانا على الهوى الأخ جوزيف أهلا وسهلا فيك الأخ جوزيف إذا سامعني بليز تجاوب معنا طيب الظاهر مش ما فيش كونيكشن منجرب بطريق أوكي أخذ مكالمة تانية من كندا أهلا وسهلا مين معي على الخط أهلا وسهلا مين معي على الهوى أهلا مرحبا أهلا وسهلا مين حضرتك أنا أنا اسمي آني حجير أنا عم بحتي من هون من تورونتو أنا من سوريا أهلا وسهلا أخت آني أهلين كنت حابة أعمل مداخلة صغيرة مع اللقاء مع غريس أتفضل أنت على الهوى أهلا آني هاي غريس كيفك أهلا حبيفتي أنا كنت عم بسمع السيدات أو النساء الكتاب المقدس اللي ذكروا وخطر ببعلي شارك مع ليتيا اللي ذكر الكتاب المقدس اللي هي كانت بياعة الأرجوان مزبوط نعم كنت بس بدي أحكي أنه لما نحكي عن الأمرأة الصالحة فهي هي واحدة من الأشياء يلي الأمرأة المؤمنة أو الأم المؤمنة تكون كريمة وتستقبل الأخوة والناس ببيتها فهي بطير صفة حالو أمين أخت آني شكرا كتير شكرا كتير ربنا يباركك يا أخت آني خليني أخد كمان مكالمة من من الأخ جورج من كندا هل سهل أخ جورج سلام رب يسوع أخي نزار رب يباركك ويبارك بيفتك المباركة جريس والمشاهدين شكرا يعني حلقة كتير ممتازة أخي نزار كنت بدي بس حب شارك فهي الموضوع هو عن المرأة الميتالية ولكن مثل ما يقول يقول وراء كل رجل عظيم أمرأة عظيمة ولكن وراء كل أمرأة عظيمة أعتقد وبها مئة بالمئة أنه الرجل العظيم أيضا أنه يكون لما قال الرب أنه على المرأة أن تطيع مع الأسف الشديد أنه أغلب الرجال يستنوا الطاعة من المرأة قبل أن يروا لها المحبة لأنه المحبة تطبع لأنه على الرجل أن يطبع للمرأة حتى المرأة تكون لأنه الرجل كان له حتمة في أنه المرأة تطبع إلى الرجل لأنه المرأة تحكم بعاطفتها وأحيانا قياديا يكون الأمر شوي صعب أنه المرأة تحكم بس للرجل هو أعطاء القيادي بس بالنسبة للمرأة عامة هي تحمل تقريبا تحملها وصبرها في العالم كلها وكعائلة أنه تحمل شديد جدا فأنا بس كنت بدي شارك وقول أنه كلمة الرب قبل كل شي رح تكون وأنا عندي أنه نصيحة لكل المتزابجين قبل المحبة هو الاحترام كما فقد الاحترام في العائلة وكلمة الرب التي أشدد عليها طبعا تكون طبعا رح يفقد كل شيء بالنسبة للمرأة يا أخي نزار مثل ما ذكرت في البداية مع الأسف الشديد في المسيحية نحن آمننا بالمسيح ولكن ثقافتنا كمجتمع هو مجتمع إسلامي لتعنيف المرأة وعدم احترام المرأة ووضع من قيمة المرأة مع الأسف الشديد خاصة في الشر فأنا أتأجم من كل رجل أنه يفرجي للمرأة الحب لأنه لما الرب يسوع قال أحبه أحب الرجل كما أحب المسيح الكنيسة كيف حب أحبها لأنه مات وضحها من أجلك فعلى الرجل فعلا أن يصل إلى هذه الخطوة أنه خطوة جبارة جدا أن يموت الرجل من أجل المرأة وهي الحقيقة هي أكتر من أجل المرأة للرجل وأنا ما بدي طول عليك بار في الوقت خلاص وأنا بتشكرك جدا هذه نظار والرب يباركك شكرا جزيلا أخ جورج رب يباركك على المداخلة والأخ جورج حكى شيء جوهري اللي هو الاحترام والمحب المحبة فيها تفاني فيها تضحية فيها أنه بقول كما أحب الكنيسة أيضا وأسلم نفسه لأجلها يعني قديش حب الكنيسة مات من أجلها فتخيل أنه إذا الرجل بحب زوجته لهذا الوضع أنه يموت ويضحي من أجل بيصير سهل على البر أطيع أيوة خلينا نأخذ نصيحة أخيرة منك أخت غريس للمشاهدين شو عايزة تقول في هذا الصدد بحب أقول أنه الرب اللي رفع من شأن المرأة بالمسيحية كان متزوجة أو مش متزوجة في كتير نساء مش متزوجات وبيعملوا شغل رائع وعظيم يلي حضرتك تفضلت وحكيت عنهم كانوا عم بيخدموا الرب من أموالهم في منهم كانوا مش متزوجات بقى بحب أقول أنه كل هيدول النساء اللي استعرضناهم بالكتاب المقدس كانوا متكلين على الرب كان الرب هو الأول بحياتهم كانوا ياخدوا القوة من عنده طي يقدروا يعطوا لنطر النصيب الصالح أنا بقل خدي رأي الرب أمين فتحي الكتاب المقدس وخدي من الرب تأكيد ووعد والمرأة المجاهدة الأمرأة الفاضلة يلي هي بالبيت عم بتضحي مع زوجة وولادة إكرامة من عند الرب وللنساء يلي بيوضع صعب بمجتمعنا ويلي حكينا عنهم تحت العنف والذل وبتخباية منصلي لهم أكيد نرفعهم بصلواتنا ومنقل لهم في أمل بالرب على طول في أمل أمين وهذه أحلى كلمة قلتها في آخر الحلقة في أمل يوجد رجاء مكتوب كمان في سفر الأمثال بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت وبعدين كمان في سفر الأمثال مكتوب أخت جريس حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيارها شوف أديش السلطة من خلال المرأة الحكمة بتبني والحماقة بتهدم وفعلا هذا بنشوفه إلى يومنا هذا كم من امرأة حكيمة أنقذت مجتمعات كاملة واليوم نشوف رؤساء ووزراء وإلى آخر في المجتمع من وقضات اللي عم بيقوموا في أدوار هامة جدا لكن أهم شيء سواء رجل أو امرأة هذا الاتكال بيجي عن طريق التسليم والخضوع لربوبية الرب يسوع المسيح أعترف أنه أنا محتاج أنا محتاج الرب وهذا الاحتياج أنه أنا بعترف بخطيط اليوم بتوب عنها بقول له يا رب تعال اسكن قلبي وغير حياتي شوف الرب ببتدي يعمل معاك أمور عجيبة اللي تطيع وتنمو وتنضج في الرب ربنا يبارككو وإن شاء الله بنسمع منكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة